بدأنا في الباب الأول Introduction عن علم المساحة Surveying قلنا أنه علم المساحة ده هو علم بيبحث في الطرق المناسبة لتمثيل سطح الأرض على الخرائط من خلال قياس الأطوال والزوايا وأماكن النقاط على سطح الأرض والتمثيل ده عايزه يشمل كل اللي موجود على الأرض سواء كانت طبيعية أو صناعية طبيعية زي إيه؟ زي الجبال زي البحار زي المحيطات الصناعية زي الترع والمصارف والقناطر والسدود وخطوط السكتة كالحدية وإلى ما إلى ذلك طيب وكما أننا أقدر أعمل حدود الملكيات العامة والخاصة طيب ده بالنسبة لعلم المساحة يعني علم المساحة اللي أنا قلته الكلام ده أنا لسه أيله ده هو عبارة عن عملية الرفع أننا بجيب من سطح الأرض بمثل سطح الأرض على خرائط أو على ورق طيب أما الحاجة التانية اللي بتلي عملية الرفع بعد ما أبقى ما أعمل الأرض الطبيعية وأعمل منها الحسابات اللي أنا عايزها وأسم الأرض والكلام ده كله بأعمل عملية توقيع إن أنا بقى إيه؟ خلاص بقت عندي داتا وعايز إيه؟ أعملها على إيه؟ على الأرض الطبيعية علشان أعمل منشأ مثلا أو أعمل سكة كحددية أو هعمل إيه؟ أي حاجة طيب ده بالنسبة لعلم المساحة يعني علم المساحة بتضمن عمليتين اللي هي عملية الرفع المساحي وعملية لإيه؟ التوقيع طيب ده بالنسبة العملية لإيه؟ لعلم المساحة طيب علم المساحة كمان قلنا عليه إن هو عايزين إن إحنا نعبر عن مقدر الاتفاع والانخفاض في سطح الأرض فكنا لازم إن إحنا إيه؟ نعمل كده علشان نعمل إيه؟ نخلي الخريطة دي هي صورة صادقة للإيه؟ للطبيعة التي تمثلها لأنه أنت دايما بتبدأ إيه؟ بتبدأ علم المساحة بتاعك بيبدأ من الجيوديسية أو المساحة الأم بتاعتك اللي هي بتبين لك معالم الأرض الطبيعية والاتفاعات والانخفاضات بتاعتك علشان تقدر بعد كده تعمل مساحة تفصيلية ومساحة توبغرافية تكون دقيقة جدا طيب ده بالنسبة لأول حاجة عندنا اللي هي إيه؟ تعريف علم المساحة وقسمنا علم المساحة لمساحة أرضية طبعا إيه؟ طبعا إيه؟ طبعا إيه؟ للأساليب اللي أنا هستخدمها أو طبعا إيه؟ هل هي مثلا إيه؟ أرض كبيرة أوي؟ طب أو الأرض صغيرة؟ طب أنت الغرض من العمل أنت عايز تعمل عملية مساحة لإيه؟ كل ده اتكلمنا عليه وكل ده نظري وتكلمنا عن وحدات المساحة ووحدات القياس وتكلمنا عن النظام الإنجليزي وهكذا كل الكلام ده تكلمنا عليه دلوقتي هنتكلم على إيه؟ أول شيت طيب أول شيت ده بأول مسألة فيه بتقول لي إحسن مقياس الرسم اللازم لتوقيع قطعة أرض أبعادها 240 متر في 180 متر على سط على ورقة أبعاد الورقة دي إيه؟ 29 سنتي في 21 سنتي ومع أن أنت هتترك إيه؟ هامش مقداره 2 سنتي من كل جهة طيب 29 سنتي بيه؟ لما أنا إيه أجي أشيل من 2 من هنا و2 من هنا هتبقى تتصفى على 25 سنتي طيب الـ 21 هتتصفى على 17 سنتي هشيل 2 من هنا و2 من هنا يبقى إيه؟ هتوصل معايا لـ 17 سنتي الـ 21 دي هتوصل لـ 17 سنتي طيب أنا عندي 25 سنتي فيه 17 سنتي طيب يقابل عقلي كده أن هاخد البعد الكبير مع الطول الكبير في اللوحة في الورقة يعني هاخد الـ 240 متر دي مع الـ 25 سنتي والـ 180 متر هاخدها مع الـ 17 سنتي طيب تعالوا بقى نشوف إزاي هنعمل مقياس الرسم ده طيب يعني مقياس الرسم مثلا 1 إلى 100 أو 1 إلى 50 أو أي حاجة 1 إلى 1000 مثلا يعني كل 1 سنتي في اللوحة بيقابلوا 1000 سنتي في الطبيعة لأن أنا مش هقدر أرسم الطبيعة بأبعادها كلها في ورق أو في خريطة طبعا هايه؟ هيتعوص خريطة كبيرة جدا طبعا إحنا إيه؟ مش هنقدر نطفر ده فحنا كده عشان كده عملنا إيه؟ سكيلينج أو مقياس رسم مناسب طيب تعالوا بقى نشوف إن إنت عندك هنا بعد ماشي مع بعض طيب أنا هاختار أنهي تعالوا كده نشوف هنعمل إيه؟ هنجيب مقياس الرسم الأولاني اللي هو الـ 25 سنتي دي عايز أدخل جواها 240 متر طب الـ 240 متر دي ممكن تحولي الأول سنتي يعني تضربها في مية تمام يبقى نهو هدرب 25 سنتي اللي هي المسافة على اللوحة على الطولة في الطبيعة اللي هو 240 هدربه في مية عشان حواله لسنتي يبقى كده دي النسبة بين اللوحة والطبيعة هتطلع معايا بكام 1 على 960 طب أنا ما عنديش مقياس رسم 1 على 960 أنا عندي مقياس الرسم اللي أنا عرفه أو ده المتداول يعني 1 على 50 1 إلى 100 1 إلى 1000 1 إلى 1500 طبعا فيه تاني بس تعالوا داتي في المسألة دي هنتعرض لدول بس طيب 1 على 960 اللي أقرب له مين 1 على 100 ولا 1 على 1000 1 على 1000 طب هل كلمة أقرب له دي صح لا هي مش 1 على 960 طب هي لو 1 على 180 أنا هختار مين هختار المية 1 على 100 ولا 1 على 1000 لا هختار ال 1 على 1000 طب ليه لأن ال 1 على 1000 ما الفرق بينها بين 1 على 960 من الأكبر ال 1 على 960 لأن كلما قيمة المقام تزيد كلما ما القيمة بتقل إذن أنا هختار ال 1 على 1000 حتى لو كاتل 1 على 960 دي 1 على 180 مثلا طب ليه لأننا 1 على 1000 دي مقياس رسم صغير طب انا هستفادي برضو انت لما تعمل زوم ان يعني انت كده واحد عالمية انت كده ايه بدأت تبحث عن تفاصيل اكتر طب الواحدة الالف لأ انت عملتك انك بتعمل زوم قوت فانت بتبعد شوية عن الايه عن الارض دي علشان تقدر ان انت تكفي تفاصيلها كلها في اللوحة طبع عشان كده انا اخترت الواحدة الالفة بالنسبة الواحدة الى تسوماية وستين طيب مقياس الرسمة التانية تعالوا بقى نشوف في الناحية التانية السبعتشر سنتي هتدخل جواها مين المية وتمانين متر اللي انا لازم نضربه في مية الاول عشان يبقى ليه دي بسنتي دي بسنتي لان دي نسبة يبقى سبعتشر على مية وتمانين في المية تطلع لي على الايه لا واحد على واحد زير الف تمانية وخمسين بوينتة تمانية طيب هاختار مين هاختار واحدة الالف لأ هاختار الكبير على طول اللي هو المقام الكبير اللي هو اللي بعدها على طول او القيمة الاصغر اللي هي الواحد على الفين وخمسمية طيب ليه اكيني بعمل زوم ان زوم ايه اوت ده الايه ده اللي هيكفي معي تفاصيل اللوحة طيب انت تختار انهي تختار الواحدة على الف ولا الواحدة على الفين وخمسمية الواحدة على الف هيمشي معك في واحدة والتانية هتلاقي ان هي طلعت بره اللوحة اما الواحدة على الفين وخمسمية ده انت اكينك بتعمل زوم اوت فانت بتكفي تفاصيل اللوحة كلها او تفاصيل الارض الطبعية جوه اللوحة دي عشان ما يخرجش بره اللوحة الرسمة بتاعتك فانت دايما خدها كده قاعدة ليك ان المقياس الاقل هو المقياس المناسب طيب تعالوا نشوف الاكزامبل رقم اتنين المسال اتنين بيلي قطعة ارض على شكل مسلس متساوي الاضلاع مساحتها تلاتة وخمسين الف خمسمية واثنين قدم مربع بيلي احسب او فيه تربية احسب طول ضلعها بمقاصن بالمتر انا عارف ان الارية بتاعت المسلس المتساوي الاضلاع عبارة عن ايه لانวن نص حاصل طول ضرب بالعين يجيب الزاوية المحصورة بينهم طيب الزاوية المحصورة بينهم عندي في المصلس متساوي الاضلاع كل الزاوية مقدارها بستين درجة فانا بقى عندي الارية بدetusاوي نص اي تلاتة وخمسين الف خمسمية واثنين فيت سكوير طيب بتعالوا كده بقى ايه بالإقوشن دي نجي قيمة الـ اكس بكام؟ بفيت يبقى انا هي نصف سين ستين دا اللي مدائق الـ اكس سكوير فخلاص انا علي ونقسم ايه عليه النحية التانية فبقى الـ اكس سكوير بتتاوي 3550502 على مص ايه سين ستين طيب الـ اكس سكوير عندنا عايز الـ اكس بس فخلاص خد الـ سكوير روت للطرفين فيبقى هنا الـ اكس وهنا ايه للكلام ده كله هيطلع ل 351 ونص فيت. طب انا عارف ان الواحد فيت فيه 30.48 سنتي. طب خلاص انا مش عارف الواحد فيت ايه. علاقته بالسنتي. انا عايز بالمتر. لان انا عايز احور من الفيت ليه. المتر. فانت يعني اريح لك ان انت تكون حافظ ان الواحد فيت فيه 30.0.0.3048 متر. بدل ما تقول ان الواحد فيت فيه 30.48 سنتي. وتقسم على 100 عشان تحوله ليه. لمتر. طيب. المهم يعني ان الواحد فيت تحفظها كده ان هي تديك بيقابلها 0.3048 متر. فانت عندك مسافة بالاي بالفيت. فتديك كام بقى بالاي بالمتر. تعمل ايه? مقص. يطلع لك الاكس قيمة الاكس بالاي بالمتر. تضرب ايه? 351.5 في 0.3048 وتسيمه على الواحد يديك مين قيمة البعد اكس بالاي بالمتر. طيب. قطعة ارض مربعة طول ضلعها 640 متر. عايز مساحتها بوحدة الهكتار ثم بوحدة فدان اراض سهمة. طيب. تعالوا نفهم السؤال ده عشان ما نطلق بطش. طيب. السؤال بيقول لي ايه? بيقول لي ان انت في الاول خالص معك ايه? ارض مربعة طول ضلعها 640. خلاص هتعمل ايه? عشان يجيب الاريا بتاعته. هجيب طول الضلع واعمل له سكوير. طيب. كده انا جيبت مين مساحة مساحة المربع لان مساحة المربع بلان طول الضلع في نفسه او طول الضلع سكوير. فالاريا عبارة عن ايه? 640 سكوير. هتطلع بيه برقم 409. 1600 متر مربع. طيب تعالوا نراجع كده على اللي احنا خدناه قلنا ان الواحد هكتار عبارة عن ايه? عبارة عن 10,000 متر مربع. والواحد فدان عبارة عن ايه? 4200.83 متر مربع. طيب اما بالنسبة للاراة عبارة عن 175.04 متر مربع. طيب كل العلاقات دي كانت علاقتها الهكتار علاقته بالمتر مربع. طيب تعالوا نشوف ان انت عندك دلوقتي. الواحد هكتار يديك 10,000 متر مربع. طيب انت باب تقولي انا عايز احول ال 409.600 دول لكم هكتار. فانت عارف ان الواحد هكتار يديك كزا ايه? 10,000 متر مربع. يبقى الكم هكتار يديني الرقم ده متر مربع اللي هو المعلوم. مش هلاقي ان انا عندي الكم هكتار دي هي الايه المجهولة. الاريا يعني بالهكتار. طيب فانا هعمل ماس يديني قيمة الايه? يبقى 409.600 في واحد على عشر تلاف تديني قيمة الاريا بالهكتار. طيب. طب تعالوا بقى نشوف بقى الايه? السؤال التاني بيقولي انا عايز اك تحولي المساحة دي كم فدان وكم ايراط وكم سهم? طب انا عارف ان الواحد فدان يديني 4200.83 متر مربع. يبقى كم فدان يديني 409.600 متر مربع. طب انا هعمل ماقص برضو يطلع لي رقم ده 97.5045 فدان. طيب. يبقى انا عندي الارض دي فعليا هي 97 فدان. لكن وش ونص ومش عارف ايه وكلام ده كله. انا مش هتعامل مع النص ده كأنه نص فدان. لا انا عايز اعرف بقى نص فدان ده فيه كم ايراط. طب خلي بالك بقى طب النص فدان فيه مثلا ايه? اكيد اتناشر ايراط. طب ال 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 اربعمية اربعة وخمسين من عشر تلاف دي. فيها كم سهم? فهمين انا عايز اعمل ايه? انا عايز اقول ايه? الاريا دي كام فدان وكام ايراط. وكام سهم? بدل ما قولي 97 ونص فدان بس. لا انا عايز اعرف ايه 97 فدان. طب كام ايراط? طب كام سهم? فانا عايز احاول الكسر ده احاول اشوفه كام عبارة عن كام سهم في الاول او كام ايراط. عرفت ان ال واحد فدان فيه اربعة وعشرين ايراط. فالنص او ال او بوينت خمسة زير واربعة خمسة اربعة. ده في كام ايه ايراط? اعمل مقصة ديني قيمة الاريا بالايراط. اتناشر وشوية ايراط. طب انا عايز الشوية دول احاولهم ليه? لسهم. فانا عارف ان ال واحد ان ال واحد ايراط فيه اربعة وعشرين سهم. المهم. ال واحد ايراط فيه اربعة وعشرين ايه سهم. طيب يبقى ايزا? ال او بوينت واحد زير وتمانية تسعة ستة دي. فيها كام? فيها كام ايه سهم? اعمل مقصة تطلع لي قيمة السهم باتنين بوينت ايه? ستة واحد خمسة. ففيش حاجة اقل من السهم فانا ايه? هسبتها على كده. فانا عندي المساحة بتاعتي عبارة عن سبعة وتسعين فدان ونص فدان ويه? وشوية ايه صغيرين. فانا عايز ايه حولت الكسر ده لتناشر ايراط. طب الكس بتاع الايه? الايراط حولتو كمان لمين? لسهم. فاطلع اتنين بوينت ستة واحد خمسة فما فيش حاجة اقل من السهم. فخلاص انا ثبت على كده. يبقى كده قدرت تحول المساحة بتاعتي لكزا فدان وكزا ايراط وكزا سهم. عشان فيه ناس بتطلقبط وتروح ضرب ايه? الكزا فدان ونص دول تضربهم فاربعة وعشرين فهتحولوا كله لكم ايراط. فهتطلع رقم كبير جدا. هو مش عايز كده. هو عايز كم فدان كم ايراط كم سهم. زي ما احنا حلناها دلوقتي كده. طيب تعالوا نشوف مسألة رقم خمسة اربعة. بيقولك حول الزاوية دي اللي هي من النظام الدقري الى النظام الستيني والمئوي. حلو. طيب احنا عافين ان الزاوية دواتي بالنظام الايه الدقري يعني انت عايزت تحول من نظام لنظام. فالنظام الدقري اللي هو باتنين باي لفتت الدائرة كلها باتنين باي. في النظام الستيني اللي لفتت الدائرة كلها باتنين وستين درجة. في النظام المئوي لفتت الدائرة كلها بربعمية درجة مئوية. طيب من الن النظام الدقري الى النظام الستيني انا عارف ان الاتنين باي بتقابلها 360 فواحد بوينت زيرو واحد سبعة ستة بتقابلها كم درجة؟ اعمل مقص طبعا تديني الزاوية بالتقدير الستيني تطلع 58 درجة 18 دقيقة 15 ثانية طب انا عايز احاول بقى من النظام الدقري الى النظام الايه؟ المئاوي اعمل ايه؟ اقول اللي اتنين باي فيها 400 درجة مقاوية يبقى الواحد بوينت زيرو واحد سبعة ستة تديني كام درجة مقاوية؟ اعملها ايه؟ مقص يطلع لي 64 درجة مقاوية و 78 دقيقة مقاوية و 24 بوينت 28 ثانية مقاوية اعملها اثناءات غادية و 2见 ايه؟ شعرونها ايه؟ شعرونها مقاوية و ترونهاcan